ايه طب خليني بقى اعمل حاجة وانا معاك كده وانا بتتكلم احنا هنعمل دلوقتي اللي هي التوابل والصلاة ايه هنحط الاول انا فين فلفل وكمون وحاجات انت عايز تتبيني هتحطنا كمون ايه انا بحب شعر الكمون على الصلاة طيب انا هجيب لك هجيب لك كزا حاجة كده وانطلع منهم الكمون لا انا عايز احطك في اختبار ببنى كنت مع مالي شاطر هو استنى معي عشان الخاطر مادام ايمان بتتفرج علينا دلوقتي احنا بعد كده هنحط الاختبار ده لكل ضيفنا بتاع دي اه 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 تمام صح كده صح بتاع دي صح كده لان انا بقى بيبقى عندي اللي هو المبشور الناعم الجاهز استيز يوسف بتنزل ايو 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 بتنزل بس بتنزله اه اه اي عايز اعرف الكمون اه انت طبعا اعزم علاء زغيرة اه اه ده كمون ده كمون ده كمون تيكوز برا ناشفة مطحونة اه وده لا انا النضارة مش معايا انا مش شايف لا طب خلينا اه لا لا معايا النضارة اعجابها ده زعتر ايو زعتر او من البزر بتاعها اه 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 تمام اوكي تمام لا الدكتور سيبدالي برضو لا لازم لازم اشوف المادة الفعالة من جوة شوف المادة الفعالة فيه طيب 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 انا عمحتاج معلقة صغيرة بس لو ممكن اجد معناها ايو اتعامل طب المطبخ اعتبره مكانك يعني ايو اه ما تزعلش بقى ان انا هسيبولك ايو ايو ده اخد خلي كده الياخن دي كده على جنب ايو ايو رحط زيت زيتون حطيت يا فانا حطيت يا دول كفاية انا مفيش حاجة بتفوتني اه 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 انا شايف انه دول كويسين جدا اه الملح اخليه في الاخر خلاص قبل التقديم عشان الملح اللي هم بتحطه على السلطة من بدري اه الطماطم بتنعم وده مش كويس اه انا ده مدرسة ده مدرسة الملح تحطه قبل الاكل مباشرة مدرسة الاستاذ يوسف عبدين بتقول ان الملح تحط اخر حاجة في السلطة ملح بالذات الحاجة الصودومكولوريت ده الوحيد نازل تفري لما اخواننا الدكتور سيجال يوفر فضل يعني اقول لك على حاجة اه لما يبقى حد ضغط واطي بنقول له اخد ملح اه حاجة ملحة لان الملح الصودومكولوريت ده بيختزق بيطلع المية بيحتفظ بيها حال هو اللي بياخد المية من الحاجة حال عشان كده انت لو بتسوي لحمة اللي حطيت عليها ملح من الاول بتستويش الله علي لان بتفقد المية بتاعتها اللي بتخيلها تستوي صلطة نفس الحكاية برد ايه صلطة لو حطيت ملح من الظهري مثلا لو انت بعملها دلوقتي وهتفطر بيها اكلت الطماطم دي نعمة ويسنت المية كلها اه اه بقت خلاص مش حلوة طب ايه رك ما انتبليهاش خالص غير وقت التقديم بس ايه محتاجة محتاجة اه اه البصل اه معاك ممكن اه لكن الحاجات التانية لو خد الطماطم والحاجة خد طعمها اه بيبقى احسن تمام من غير الملح تمام مش هتستطعم اي حاجة اوكي معشان الملح بيشربها يا اصدك لا مش هنومة الملح الملح شخصيته بيثبت التوابل في الانسجة اللي انت بتعمل فيها سواء لحمة او لسمك فهو اللي بيزر الطعم سواء الكمون بيزر الطعم الحاجة الطعم التوابل اه اه الملح بيفيد في ان التوابل المعلومة الكيميائية اللي حضرتك قلت عليها انا معاك فيها اه ملاش ايه لازم ادلقتي لا 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 بأنا بس بيزر الملح انا مع كل التوابل بيظهر كل نوع من التابل بشخصيته معقول اه اه هتشأت اه اسات عم الكوزبرة التلفل السود الكمون تعال اتبل الفول بالكمون حط عليه حتى كل الفول ملاش طعم خالص حطيت الشوية الملح ظهر طعم الكمون في الفول دي حاجة بسيطة خالصة يعني انا الملح مفيد في اله في اه طب بكميات اصدك بالكنترول بقى الملح دائما يكون بالسالب نقدر نعالجه اما بالموجب انا اصدي انا اصدي انا اصدي اخد نفس الملح اللي انا هستطعمه في الاكل اه مش اقل من كده مش اقل من كده مش اقل من كده الكمية المطلوبة يعني تمام انا دائما نقلب السلطة اه عشان تبقى جاهزة على التقديم وفي الاخر نحط لها بقى شوية حاجات ولكن انا معاك في الخضروات الورقية زي الجرجير زي الخص انا عملناها من غير تون بس لو ناس حطت عليها تون بيبقى حلوق تبقى لطيفة اللي عنده مشكلة مع الكولون وارتجاع المريء وموضرة هنفط له مع بقدونس اخدر والحاجات دي اه بتقلل بتمتص الغازات اللي هي الزيادة اللي هي ممكن تتعبقى لونه اه ده البقدونس الاخدر ده مهم جدا في الاكل طبعا مهم في اي حاجة وبيدي طعم لأي حاجة جميلة اولا بيعالج مشاكل هيا كده السلطة اللي عملتها كده سلطة بتعمله كده بتعمله كده انتوا في الاكل صح بس ممكن عديني اعناع كمان متابع شاطر اه اه كم وراءة نعناع كده بتبقى بتدي طعم هاي الفاروق عايز لفة كمان اهي كده تمام اهي لا والله شكلها حلوة فحلي حال كده تمام طب اما انك انت شاطر في الاكل وشاطر في المطبخ اه انا عمل لها كده عشان تبقى